السلام عليكم اليوم سنشارك معكم فرمج منزلي بطريقة سهلة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قفلت اللبن نغطي السين الذي ستحرك في الجسد نضيفه في المجمد يجب انضيفه في المجمد 24 ساعة او لا اكتر المهم ضروري يبقى 24 ساعة هنا انا خرجته من المجمد دازت عليه هنا يشير بعض الساعة باش خرجته اراه بدك يقطر كنديروه في هات الصفايا هذي لعندكم صفايا بحال هذي العيون دي الارقاق كديروه فيها كديروه في ذاك الصفايا العادية اللي كنغربلوه بيها كديروه التوب دي الحياتي كنشدوه حد توب دي الحياتي ولا توب نقي كتفرشوه لها وكتقلبوه عليها داك الكسرونه مي كتخرجوها من المجمد او لالبريق ولا القرعه شوفونتو ما شنو غادي تديروه صافيوه نخلي واحتك يقطر مزيان مزيان هنا يا هوا قطار لي ذاك الفورماج هود منه ذاك المكامل كيكتشوفوا معايا هنا وهذا المهده راه مكان اللوحوش هذا راه كان عجنوبه الخبز ولا القراشل ولا طوست شنو ما بغيتوا تعجنوبه مهم كيكتشوفوا معايا ذاك صفايا شتوها ذاك صفايا عندي العيون دي الارقاق فيها فاش كنديروه أنا الفورماج ما كان حتشل التوب دي الحياتي صافي لما عندكم شراه ساهلة غي تتوبت حياتي راكيق دي الغارض هنا يا الفورماج يلي كي مشتو معايا يجي القوام ديرو بحال هكا وكان ديرو شوية دي الزيت العود وكان رشو بشوية دي الزعتار المهم هدا الفورماج للول نفس الفورماج نفس نفس الطريقة نفس هذا الفورماج هداني دابا اللي يدرت نفس الطريقة كان صوب بيه فورماج كريمي شنو كان زيد عليه كان زيد عليه غير الزبدة بالليا نسيج عليه الزبدة بالليا بحال قلته الزبدة بالليا بحال قلته نص الكيميية دي لها الفورماج كنزيده زبدة بالليا يخرج لنا كيمية كثيرة و يجي تبنين على هذا المهم الدراري يعجبون هذا الكريمي على هذا هذا يجي بنين هذا يجي الصراحة أزوين ولا عجبتكم هالطريقة المجميد كتديروها إلا ما عجبتكمش و كان عندكم الحليب كتغليوا الحليب و كتزيدوا عليه اللبن كتتحيدوهم على البوطة و كتزيدوا عليه اللبن و كتخرجوا منه فورماج هذا وج من اللي قلت لكم كريمي اللي زدوا الزبدة بلدية زدوا الزبدة بلدية و زدوا شوية ديال الملحة و خلطوا مزيان خلطوا غيب المعلقة او غير الزبدة خاصة تكون عندكم مرخوفة يعني ماشي تجبدوها من التلاجة تكون عندكم حرارة الغرفة يعني تكون عندكم مطلوقة و كنزيد عليها الزعطار كيما قلت لكم و شوية ديال المليحة و بغيتوا تزيدوا هتا الزيت العود و تزيدوا الزيت العود المهمة ما زيتش هنا زيت العود ما زيتلوش زيت العود شي بعد الخطرات كنزيد لو زيت العود انا كتشوفوا وراء انا دهنت ذاك الخبز اللي اشتوني حداكم عيروا باش نشوف القوام ديالو كيفاش عامل واش نزيدوا الزبدة بلدية ولا لا لقيتوا صافي هو هادك المهم الزبدة بلدية كتبقى عليكم انتم شوفوا انتم ما بغيتوا تزيدوا وبغيتوا تنقصوا يكتشوفوا معي وكي يجي كريمي وكي يجي زوين أنا كنت دهنوا لكم في هذا الخبز باش تشوفوه وراء الدرالي كي يعجبهم وهذا دياللي كنزيدو عليه الزبدة بلدية كيخرج كيمية شوية وفية صافي كان نغطي وهم زيان وكان ديروه في التلاجة وكان دهنوا الدرالي في الخبيز كي ياكلوه وكنتمنى هاد طريقة تعجبكم وتجربوها وإلا جربتوها وانا جربتو هاد الفورماج تأكلوه بالصحة والراحة وكي ما قلت لكم إلا ما بغيتوش تديروا اللبن في المجميد كان عندكم الحليب كانت ديروا الحليب كتغليوه وزيدوا عليه اللبن أنا اللبن كي يبقى لي كي يطلع لهم فراسهم كي يبقى لي كي يكون غي يحمض لي كندير له هاد طريقة هادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب علىكاتها اشتركوا في القناة